تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سابيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهن البلاد المفادة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فشملت برعايتها مساء أمس الاحتفال بيوم المرأة البحرينية 2016 تحت شعار المرأة في المجال القانوني والعدلية بمبنى المحكمة الدستورية وسط العاصمة المنامة حيث أكد سموها حفظه الله أن مناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام تستمد ألقها وبريقها من تزامنها مع احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية المجيدة مضيحة سموها أن يوم المرأة بات مناسبة وطنية يعتز بها أهل البحرين بالنظر إلى ما توضحه مخرجات العمد المستمرة على مدار العام لصوره وواقع المرأة البحرينية وقدرتها على ترك بصماتها الواضحة في تنمية وتطوير وتجويد أداء المؤسسات التي تشارك فيها بعزم وتبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قلينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشكر والتقدير لكل من المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وجميع منتسبي ومنتسبات تلك الجهاد ومؤسسات المجتمع المدنية المعنية بالمجال والجمعيات النسائية الذين كان لجهودهم بالغ الأثر في تنشيط موضوع يوم المرأة البحرينية لعام 2016 لتحقيق أهدافه المنشودة ونوهت سموها بالحرص الكبير الذي تبديه المؤسسات العدلية والقانونية من أجل تعزيز موقع المرأة العاملة فيها لما لذلك من أثر بالغ في تشجيع المرأة على المضي قدما في إثبات حضورها ومشاركتها والترقيها في هذا المجال الحيوي وتعزيز إدراكها بعدم وجود أي تعوائق تمنع من تقدمها وارتقائها لترفع إلى جوار شريكها الرجل لواء النهضة الشاملة بالمملكة مؤكدة سموها أن أرقام حضور المرأة البحرينية في المؤسسات العدلية والقانونية وفي سلك المحامة تدعو للفخر والاعتزاز مهنئة بالمناسبة منتسبات المؤسسة القانونية والعدلية على ما حققنه من مكانة متميزة يستدعى المزيد من الجد والإجتهاد لتعزيز حضورهن النوعي في مجال عملهن إن المجلس الأعلن للمرأة وكما أكدتم سموكم حفظكم الله وفي المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية هو أحد أهم الآليات الوطنية الكفيلة بتفعيل المبادئ التي تضمنها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين في مجال نهضة المرأة البحرينية باعتبارها أحد الدعامات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وقد تضمن ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول منه من أنه تعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها فقد عينت أول امرأة بحرينية رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة كما أن المرأة البحرينية الآن قاضن في المحكمة الدستورية وقاضن في محكمة الاستناف العليا ووكيل محكمة ومحام عام ورئيس نيابة ووكيل نيابة ومستشارة قانونية كما أنها أثبتت جدارتها في تقلدها مناصب إدارية قيادية وباب المحكمة العليا في مملكة البحرين وهي المحكمة التمييز مفتوح على مصراعي كما تم عرض فيلم بعنوان نون العدل والقانون يتناول جهود الخمس جهات العدلية والقضائية والتي كان للمرأة دور وإسهام في مسيرة مشرفة استندت فيها على تاريخ عنيق من العطاء في وطن يحتضن الجميع ويساوي بينهم في الحقوق والواجبات نصطا وواقعا وخلال الاحتفال قامت سموها تقديرا لجهود المرأة وعطائها في مجال العمل العدلي والقانوني واعتزازا بمساهماتها النوعية في رفعة الوطن بتكريم الرعيل الأول لخرجات القانون وأوائل المحاميات إلى جانب أوائل الحاصلات على المناصب القضائية ومواقع صنع القرار على الصعيدان المحلي والدولي هذا بالإضافة إلى القانونيات التي ساهمنا في تنشيط الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية ونشر الثقافة القانونية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المؤسسات القانونية والعدلية في مملكة البحرين نحن سعداء وفخورون بعام اليوم المرأة البحرينية لهذا العام شهدنا تنوع كبير شهدنا مخرجات قيمة لهذا العام المرأة في المجال العدلي والقانوني الحقيقة أبهرتنا وإندل على شيء يدل على قدرة هذه المؤسسات العدلية الخمس على أنها فعلا تطبق قواعد العدالة والإنصاف لتجمج المرأة في أعمالها في هذا الاحتفال المهم الذي أيضا يجسد مجال من المجالات المهمة التي شاركت فيها المرأة البحرينية على مر العقود والقرن الماضي كله وهذا شيء نفخر به وهو المجال القانوني إن كانت محامية، إن كانت قاضية، إن كانت مدافعة، إن كانت بأي شكل من الأشكال المرأة البحرينية حقيقة في كل مجال وحتى المجال الإعلامي ما فخر ما فخر أن نفخر بها وأن نفخر بين الأمم بأن المرأة والرجل في البحرين شريكين في بناء هذا الوطن اليوم زميلاتنا في المجال العدلي سواء كانوا يعملون في القضاء أو في النيابة العامة أو في الإفتاء والتشريع أو في الإدارة وجدنا اليوم الفرصة لكي يتم تكريمهن على الدور البناء الكبير الذي يقومون به في هذا المجال الأمر الذي لا يمكن الاستغناء عنه ويعكس دور حقيقة المرأة ومشاركة فاعلة لها وجداً أنا أشعر بفخر لهذا اليوم هو أننا نكرم هو شيء عادي لأنه يكون من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم هو شرفاً لنا التكريم فخر بالنسبة لنا نحن في المجال العدلي والقانوني وما قصرت الشيخ هاسبيتش نحن نشكرها لدعمها المتواصل حق المرأة في البحرين ولجلالة الملك اللي يدعم المرأة البحرينية ويحاب بالنهية تحصل على المساواة بينها وبين شريكها الرجل في جميع المجالات وتوصل لمناسب صنع القرار في ختام الاحتفال تفضل معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله الخليفة رئيس المحكمة الدستورية بتقديم هدية تذكارية لصاحبة السمو قرينة عاهل الولاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة اليوم تم تتوج كل الإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي فهذا التكريم يعتبر دافعاً لها لتحقيق المزيد من تلك الإنجازات في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وسهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرية ترجمة نانسي قنقر